باب مخارج الحروف مخارج الحروف سبعة عشر على الذي يختاره من اختبر كل غرفة فيها حرفين اقصى الحلق همز هاء ووسط الحلق عين هاء ادنى الحلق غين خاء اقصى الحلق اي ابعد مكان من الشفتين ويخرج منه الهمز والهاء الهمزة غير الالف وتكتب كاله شكل الهمزة بيكون يا ام على السطر او على الالف او تحت الالف او على الواو او على الياء سواء كانت في وسط الكلمة او في اخر الكلمة وتسمى همزة قطع اما همزة الوصل فبتثبت عند البدء فقط وبتكتب في المصحب بتبقى عليها رأس الصاد همزة القطع بينقطع الصوت فيها ان كانت ساكنة مثال يأتي بيحصل تصادم الوطرين وعكسها بتكون اذا كانت الهمزة مفتوحة بيحصل تباعد الوطرين اتى معنا ان شاء الله حرف الهاء وحرف الهاء من الحروف الضعيفة في اللغة العربية تقريبا هو اضعف حرف من حروف اللغة العربية فيجب ان عند النطق به يكون بدون تعصف او تشدد بحيث انه هو ما يخرجش الهاء من الصدر لان الصدر ما هوش مكان اخرج حروف فالمثال اهدنا وناخد بالنا لما تكون الهاء في كلمة واحدة ويكون الحرفين متحركين لازم نظهرهم مثال وجوههم فيه هودا اه مثال اخر يكره هن يكره هن هنا الهاء ساكنة اه وبعدها هاء مشددة فبتدخل الهاء الساكنة في الهاء المشددة اه بتكون اه حرف واحد مشدد اه ينطق حرف واحد مشدد اه فبيبقى فيها اضعام اه متمثلين اه والكلام دوت بالنسبة لأي حرفين يكون الاول منهم ساكن حرفين زي بعض بالزبط الاول منهم ساكن والتاني اه مشدد بالنسبة لوسط الحلقة اه بيخرج منه حرف العين والحاء اه ناخد بالنها ان حرف العين لا اه هو شديد بحيث ان يتحبس في الصوت اه ما تقولش مسلا اع ولا نقول اع لا عاي عو اع زمن التواصل اه لهو جديد ولا هو رخوة اه مثال اياك نعبود نعبود اه بالنسبة اذا كانت حرف العين اه يجي في كلمتين اه وراء بعض فلازم نزهرهم طبعا ما متحركين نطبع على نطبع على فزعا بالنسبة للحاء الحاء اه ناخد بالنها برضو هي الحاء اه اه ح ح ح ح ح ناخد بالنها اذا الحاء جات بعدها حرف العين لان الاثنين من مخرج واحد فخوفا من الاجهام اه ان احنا نبين حركة الالحاء وبعدين نبين نزر برضو حركة العين زحزيحة عن المسيح عيسى المسيح عيسى الحاء والعين برضو ناخد بالنها لابرحو حتى نبين الالحاء المجمومة والحاء المتحركة اخر حرفين من حروف الحلق وهي الغين والخاء اه ادنى الحلق اه اي اقرب مكان للفم ويخرج منه حرفي الغين والخاء مثال غير المغضوب عليهم خالدين فيها خافة يجب بيان حرف الغين اذا اتى بعدها حرف من حروف الحلق اه مثال الغين والعين الاثنين من حروف الحلق فناخد بالنها عشان ما اه ما يبقاش فيها اضغام ربنا اه تفرغ علينا لا تزغ قلوب بنا واتوضيح الغين اذا كانت ساكنة واتا بعدها حرف الغين اه انحاء ادناه غين انحاء ها